طيب هل ده مطروح في المنظور القريب؟ طبعاً ده لن أدفل إنك تطرح جزء من الأسهم هو ده الاستثمار بس إمتى؟ لما يبقى عندك السهم ينزل قوي ويجيب بقى العائد يبقى متى تطرح 10% 20% من الأسهم طرح عام ومن خلال البرصة تبقى عارف إنه هتجيب لك المليارات اللي بيقول عليها دي احنا كان ممكن نتعمل من أول يوم التكلام ده لا مايتعملش كده لازم يحقق أعلى فائدة للنادي الآن وبرضه برضه هتبص تلاقي إن اللي دخلك ممكن برضه ضيئة خليها برضك 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 بتاعتك دي كابت الوحش الوحش وعلى فكرة أنت بتقول برضك أنت متأثر بي هي بتاعتك كابت الوحش مدام جات كده يا فعلي رحمة الله رحمة الله جميع كلهم قيادات وقضوة تعلمنا منهم كتير قوي صحيح حتى تعلمينه نبل الخلاف طبعا يعني ده أقوى أقوى حاجة عايز تعرف اللي قدامك ده وقدره واحترامه اختلت معاه ما انت طول ما انت حالو الناس حالو لكن لما تختلف مع واحد هتشوفه على حال صحيح يعني أعتقد كده فهمنا يا شباب حد شئيلي عن نادي الآلي حد شئيقدر ييجي على قرار نادي الآلي ومحدش عامل حاجة في السر الأجزاء التي لا تسمح بسيطرة قعدة على النادي الآلي من الآسهم هتطرح طرحا عاما ويستطيع جمهوره وأعضاؤه انه يبقوا هما المسامين بتوعه مو محدش يخش في وسطيه شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة ونحن نشاهدني شكرا للمشاهدة